اشتركوا في القناة 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 يمكنًا عشرين سنة لأنه نفسيتها بتبقى عاني السراحة. ليسا. قريبًا رح نسمع إنه رح حد هل... ما في شيء قريبًا. ما في شيء قريبًا. بس إنه ما حدا بيعرف شو بيصير. أنا دايماً بقول إنه بحب كون أم بحب أتجوز بحب أحقق أمنيتي هيدا حلم حياتي. بس ما بقدر إليك أنا رح... ما بعرف أي ما تبتجوز. ما في شيء بالمستقبل القريب. خليت رد. بس داي أنا تعرفي شو كنت متوقع عن الليلي بدي إليك مبروك بالحلقة. وكنت محضر حالي. قد ما سمعت إنه خطبت إليسا. وخط... أنت واقلك فوري. يعني أنا واقلت خرجنا من استوديو الفن 93. يعني مع الوقت بتصير الشغلة أخوي أكتر من إنه صداقة. لهالدرجة بيعرف واقل وما بلاي إنه... العالم لازم تتفاجأ بقى إنه تشوفنا سوا. وأنا قلت وبيقول وبيرجع بعيد. ما برتبط بفنان. الشو ما بيكلفنا. إيش نظرة إليسا للزواج؟ نظرة جدا جميلة. بحب العيلة بحب الولاد بحب الاستقرار. كتير بحب. يعني من أنت بالفنانات اللي قولوا لا والله أنا أبغى مركزة في نجوميتي. ما أبغى الحين. بركز بنجوميتي وبركز بشغلي وبركز بحياتي. لا في الفنانات يقول لك لا أنا مركز بشغلي. أنا عم بنسأل السؤال مباشرة. أنا لا أنا مع أنه أتجوز ومع أنه أعمل عيلي. أنا بغازني فريد. نستعد؟ أنه هيك وهي. مرة فريد مرة. أنا نسيت فريد. في حب ولا؟ في شوية. شوية. إن شاء الله يا رب. أنت بتستاهلي تحبي وتنحبي. شكرا. بتستاهلي. بس عموما أنت صعبة أبيب؟ أو لا؟ بفتكر كل البدومان طبعنا صعب. بالعمر إنه حقل. كل شيء. فعلا يا رب إن شاء الله هيك. يعني قريبا غني بعرسيك. إن شاء الله. حد لطشك قبل كده قلم ومعلم لسه على حدك لدلوقتي؟ حد لطشني؟ لا. أنت لطشتي حد قلم؟ هيدة صارت. هيدة صارت. كم مرة؟ مرتين. مرتين؟ نفس الشخص؟ لا. بتحبي؟ بتحبي دلوقتي. عايش حالة حب. ممكن تتجوزي؟ ممكن. ما وصلنا له. يبقى مش فقير. عشان إنتي قبل كده قولكي لأنا عمري ما أتجوز حد فقير. يبقى متريش. متريش؟ مش حاله. طب يا رب. مش حاله. يا رب. يا رب. أفعل featuresNE. لعرسك بده يكون مش ناك عملته لا اكيد اكيد بس انت كيف تتايل عرسك اذا بده نستعمل يمكن يكون عرس كتير بسيط ولبس فستان ابيض مش فستان عرس يعني بيولى علاقة يعني لانه انا بنت اتعت بعلاقات وقلت انه الحب بيخلص والمشاكل بتخليك تخلص علاقة بس مش الحب ليتلي دحكتنا اشاعة كتير سخيفة هي انه زوجوني من شب الفيئة لانا وياه اكتر من عشرين سنة اصحاب وفجأة بيشوفوا صورة انا وياه بيقولون احنا تجوزنا بس مش بس دحكتنا يعني دحكتنا لدرجة انه استسخفته الاكتر من عشرين سنة تحت الاضواء ياعني الشهرة محبة الناس بزفت الحواج عطاك واناكين بعد مرة تنسوا نفسنا تعطيو الغير وتنسوا نسنا شنوني نسيتي في نفسك انتي ما نسيت بنفسي يعني هلأ إذا بترجعني إذا بتسألني مثلاً ندمت إني كتجوزت بقلك لا يمكن القرار السائب اللي أخدته إنه أنا ما تجوزت لأنه مشكل إنسان بيخلق ليكون عنده أولاد ولا يتجوز في كتير إنه قصص بتعملها بالحياة من خلال شغلك يعني فيك تكون أم أنا فيه فانس بيش بيقولوني منحسك مثل أمي هن صغار يعني ما عندي نقص ما عندي إيها كنت قبل وقتها كنت أصغر وبحب هلأ قل لك الحمد لله إنه أنا الطريق اللي مشيت فيه إنه ما ندمت عوالى شي وصلني لهون حدا تكشفت بنتك عم بتغني عبالي حبيبي وقف حدا شخص أكيد كل أم بتحب تفرح ببنتها تنصحية تاخد حدا من الوسط أو بتقليله نقع حدا من مباراة الوسط وسط الفن بتحب تاخد فنين أو إنسان عادل هلأ بس يكون أدم يكون شو مكان يكون أدم تحب 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 تح